بالنسبة للقانون الإجهاد بالنسبة لنحن في الجمعية المغربية لحق الإنسان وبما أن مرجعتنا هي معروفة هي المرجعية تولية لحق الإنسان فكنا دائما كنت طالبوا على أن في المغرب يخصنا واحد للقانون اللي كي يضمن الكرامة الإنسانية دين النساء هذا المطالب هادي اللي كنقوله دائما أن نخصها تمشي في التجاه اللي كتضمن عدم التمييز في الحقوق بين النساء والرجال بالنسبة للقانون المشروع اللي كان جاي لا يضمن ما نطالب به نحن كجمعية مغربية حق الإنسان وهي أن المرأة يجب أن تتوفرها لا حسب اتفاقية تسيضا ومنهضة كل أشكال تمييز للمرأة أنها توفر لها تدابير الوقائية لضمان صحة صحة ديالها عامة أو صحة الإنجابية وهذا الشي ما تخدش بعيد الاعتبار لأن كين حالت لما تمشي التطرق لها فهذا الشي ديال السمح بالإجهاد نحن كنعرفوا أن العدد ديال الإجهاد في ارتفاع وهذا ما غير يقليش الزجرة بوحده ولكن كين تدابير أخرى اللي ممكن أنها تكون مرافقة مسألة مش معا أو ضد التقنيل مسألة في شمولي أولا كان بدو بقوله تعالى من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا باش أننا نخوض في هذا الموضوع الكبير يجب أولا فتح حوار وطني نستمع إلى جاميع الشركاء ثانيا أن الأمور تقني الإجهاد أو لا تقني على حسب الظروف المرأة متى إذا كانت عندها مشاكل في لحم يجوز لا مش الأمور هكذا على عموميته لا بد أن تأخذ الأمور العامة على عمومية حتى يرد الخاص يقيده لا يكون قانون في المغرب حيث إجهاد كين حيث علاش إن الشوارع عمرين المتخلى عنهم لكن نسميه وحنا في التلفزة المغربية أطفال المتخلى عنهم أو المتشاردين أو الأمهات العازيبات نقلبوا على هذا السبب لا يرقاش يكون عندها المشكل العاويس في المغرب ونرقاش يكون عندنا حيث كين مشكل دبا كين الإجهاد بزاف وكين المرأة حاملة بزاف يعني بلا بدون الأب وإن أب ديال هات الطفل علش غنخليه وعلش مهدس البولدو علش غنخليه في الشارع المتخلى عنهم متسمى متخلى عنهم نحنا مسلمين بالنسبة لنحنا في الجمعية المغربية حق الإنسان كنقولوا أن الإجهاد يجب أن يكون في يد الطبيب لأنه اللي يكون أدرا بصحة المرأة من أي إن كان ويجب المراعاة ديال الصحة ديال الأم والصحة ديالها مش غير جسدية ولكن الصحة النفسية والصحة العقلية أنكين حالات كنشوفوا أنها الأم كتكون مصابة باكتئاب وما مسموحش لها أنها مثلا تدير الإجهاد وفي حين أن هذك الاكتئاب أوتوماتيكيا مغي خليهاش هذك الطفل يعني حتى لا يتزاد مزيان غايتكون المربية دياله يعني بالدرجة اللولى بالجانب ديال الأب غتكون تربية ديال الأم اللي هي نفسيا ماشي سوية إذن وكين حالة خرى اللي ما تمش تطرق لها في حالة الاغتصابات الجماعية في حالة الأمراض المعدية أو الأمراض المتنقلة جنسيا ولي كيكون الأطفال حميلة لها مثلا في حال السيدة أو في حال الباتيتسي هنا يا هذي حالة كلها غصي كنت تطرق لها أنا يعني ضد هذي هذي شي هذا وغدين نعلل الجواب ديالي بأن يعني ذك هذ هذي الكواريت اللي كيطاح فيها اللي كيطاح فيها الإنسان خاصة يكون عادة وحد الحل أن مثلا ذك الشخص أو مثلا اللي كيوقع في هذه المسألة هذي خاصة يلتج يعني الشيطورة تكون يعني إيجابية ويلقاوش يحل هذه المسألة أنا معت قليل الإجهاد باش ما يبقاش ذك شي سري ويكون ذك شي قانوني يعني كينا المرة اللي ما كتقدرش أنها تبقى تحمل وتولد تقدر يعني من الأحسن يكون ذك شي قانوني إصلاحات اللي خاصةها تندير في الجانب الإعلامي يعني هذي كل يعني البرامج التعليمية وهذا الشيء الإعلامي خصوه يكون فيه تعديلات اللي كتحفظ للمرأة هذيك الكرامة ديالها وما كتكرش دونيتها وما كتكرش تمييز اتجاهها واللي عد تساعد شيئا ما أن ما يحصل حاليا بالنسبة في مجتمعنا والنظرة دياله للمرأة مثلا اللي عددين إجهاد ولا اللي تعرضت للاغتصاب وخصد إجهاد ولهذا كتغير قليلا وما كنن بقمش معتامدين على الزجر وفاقت بالإضافة إلى مطالبتنا بالتغيير جدري القانون الجنائي اللي هو كيكرس دونية ديال المرأة وما كيضمنش لها أنها تمارس حقوقها بكل حرية لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس